بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبة وطلبات الصف الأول تخصص صناعات كهربية بأقسمها التلاتة تركيبات ومعدات كهربية وحاسبات وإلكترونات أهلا وسهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة طبعا كل عام وانتوا طيبين بداية عام جديد إن شاء الله يكون سعيد علينا جميعا ويكون سنة دراسية رب على خير كده وبسعادة وتفوق ونجاح النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مادة أساسيات الهندسة الكهربية قبل ما نتكلم على مادة الهندسة الكهربية بنتكلم إحنا ليه بندرس هندسة كهربية بسنة أولى مع أن تخصصاتنا هتبقى في سنة تانية حاجة تانية يعني هنبقى في التخصص حاسبات وناس فينا هتخش تخصص إكترونيات وفي ناس هتفضل في تركيبات ومعدات كهربية إحنا التلاتة مشتركين في حاجة واحدة بس اللي هو علم الكهرباء وعلم الكهرباء عشان يفهمه كويس أو عشان نبقى فنيين جادرين بسقة سوق العمل وما ننزل سوق العمل نشتغل بأيدينا نحس إن إحنا طبعا درسنا حاجة مفيدة ومربوطة بسوق العمل فلازم ندرس مادة أساسيات الهندسة الكهربية طيب مادة أساسيات الهندسة الكهربية اللي بندرسها في الصف الأول ده هي تعتبر من المواد المهمة جدا لأنها بتأسسني في علم الكهرباء طبعا إحنا درسنا كهرباء في حياتنا سوى كان في ربع ابتدائي أو في ممكن في الخامسة وممكن في الصف السادس بطلعنا الإعدادي درسنا العلوم كل دي كانت كهرباء حاجات كده موجودة في قلب المنهج حاجات كهربية بس أنا في الوقت ده ما كنتش بقول عليها كهربية كنت بقول عليها علوم أو بقول عليها مواد الثقافية بتاعتنا اللي بندرسها في السنة ثالثة إعدادي وفتاني إعدادي وفقولي إعدادي وفي المرحلة الابتدائية ما كنتش بخبالي أو إنها كهرباء لكن ما أطلع بقى تعليم فني وخش قسم تركيبات ومعدات كهربية أو قسم الحاسبات أو قسم الإلكترونيات لازم بقى طبعا أتطرق للمادة دهية والمادة دي بقى اللي احنا إيه للمحصلة بقى اللي خدناها من أول الابتدائي الغاد ثالثة إعدادي بنعمل حاجة كده اسمها إيه زي طوبة فقطوبة كده بنلاقي إيه دماغنا في الكهرباء يعني بالمصطلحات اللي بنسمحها كده النهاردة مش هتبقى جديدة علينا اللي احنا خدناها كتير جدا واشتغلنا كتير جدا في مادة العلوم اللي درسناها طول فترة الابتدائية والإعدادية طيب دخلنا عالم بقى التعليم الفني وتخصصنا في التركيبات الكهربية أو الحاسبات أو الإلكترونيات لازم يكون عندي معلومات أساسية في علم الكهرباء المادة دي حوالي خمس أبواب الباب الأولاني كله بيتكلم عن الدارة الكهربية والتعريفات بقى اللي احنا خدناها في ابتدائي وإعدادي وخدنا تعريف الفولتو وتعريف الأمبير والقدرة وعرفنا يعني الفرق بين القدرة والفرق بين التطاق الكهربية وخدنا مسائل على المقاومات وخدنا مسائل على المكسفات في الإعداد والمواد اللي كانت في العلوم دي دي بقى ناخدها باستفادة شوية طبعا احنا كبرنا ونسبقنا خطوة وان شاء الله فضلنا سنتين كمان ونطلع سوء العمل أو نكمل تعليمنا العالي فلازم يكون عندي فيدباك كويس وعندي معلومات كويسة عشان لما راح شركة أو مصنع أو مؤسسة كبيرة أشتغل فيها يبقى عندي أساسيات الهندسة الكهربية الأرض الصلبة اللي هقف عليها فالمادة دي أنا باعتبرها من أهم المواد اللي عندنا في سنة أولى بتشمل 3 تخصصات بعد كده بنتشعب بقى في سنة تانية من اللي هيروح اكترونيات من اللي هيروح حاسبات من اللي هيفضل في تركيبات كهربية المواد بقى دي بناخدها بعد كده في سنة تانية بس بناخد بقى التخصص نفسه يعني بندرس بقى حاجات التخصص اللي تلاقمني عشان تطلعني خريج سوق عمل جدير إن أنا أشتغل في أي حتة وبعندي أرضية صلبة مش كده وبس ده هنتعلم كمان بعض المهارات جوه المادة وبعض المعارف بمعنى إيه هناخد بعض التعريفات وهنشتغل على الدولة الكهربية وهنوصل بأيدينا بعض التجارب العملية اللي هناخدها في مادة المعمل أو ننزل الورشة تحت عند بنرسينا الأفاضل ونشتغل توصيلات توالي وتوصيلات توازي ونعرف إيه الفرق بين التوالي والتوازي ونمسك بأيدينا السلك ونشوفه شكله إيه ونمسك اللمبات والأحمال ونشوف دي إيه ونعرف بأيدينا كويس يعني إيه حماية دايرة وإزاي نحمي دايرة كهربية وإزاي نخطط لديرة كهربية في التصميم بتاعها وإزاي أمشي مع المصاري الطيار والحاجات دي كلها عشان أفهم الحاجات دي كلها وأقف في الورشة وأمسك السلك وأشتغل بي وأمعي الأدوات اللائمة أو اللازمة إن أنا أشتغل في تعليم فني وأكويس وما أخافش من حاجة لازم أراعي حاجات كتير جدا منها السلامة والصحة المعنية منها أساسيات المادة التعريفات المهمة أعرف يعنيه فولت في الديرة يعنيه أمبر في الديرة ليه الديرة بتسخن طب لو الديرة سخنت إيه اللي يحصل لها طب إنت الديرة تفصل طب لازم فيه قاطع في الديرة كل ده هنشوفه إن شاء الله في المادة دي على مدار الحلقات القادمة بإذن الله في مادة أساسيات الهندسة الكهربية الدرس الأولاني أو المادة دي بتتكلم عن حاجة اسمها الديرة الكهربية بتنخلص الديرة الكهربية بنشترع على توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي بنتطرق لحاجة اسمها المكسفات الكهربية بعد كده بقى بندرس حاجة شيقة جدا اللي هي التأثير الكهربي والمغناطيسي للديرة الكهربية لأن الكهرباء تبقى دايما ملازمة للمغناطيسية دايما الكهرباء في أي مكان كده يبقى دايما فيه كهرباء وفيه مغناطسية اوتوماتيك كهرباء يبقى مغناطسية هنتطرق لدراسة المغناطسية وتأثيرها والمحولات وأنواع الملفات ايه ونقل بالصفحة بقى وناخد بعض النظريات الكهربية اللي هتفيدني بقى في حياتي في حل المسائل طب انا يا مستر هروح المصنع هلاقي مسائل طبعا لا بس عشان اشتغل في دايرة كهربية مصممة بمجموعة مقامات على التوالي او مجموعة مقامات على التوازي او انا بسميها كده دواري الكوكتيل اللي شوية توالي مع شوية في قلب التوازي كده بدرس نظرية اسمها سيفنين بدرس حاجة اسمها قانون كرشف للطيار والجهد ودي اساسيات الهندسة الكهربية بقى بتاعتنا اللي ان شاء الله بعد كده اما نيجي نكمل تعليم بيبقى دي الاساس بتاعنا او دي بقى المرحلة اللي هي الاساسيات الاساسية اللي بنبني عليها بعد كده اللي ان شاء الله لما نطلع سنة تانية وسنة تالتة ولما ربنا يكرمنا كده ونتفوق ونطلع للتعليم العالي طيب المادة دي تتطرق بعد كده الحاجة اسمها الالكترونيات ايه بقى الالكترونيات دي يا مستر هو احنا كهرباء والالكترونيات طب بتاع الالكترونيات هيدرسة وبتاع الحاسبات هيدرسة عشان ده تخصصه لكن احنا تركيبات ومعدات كهربية ما احنا قلنا في سنة اولى بنأسس الطالب على انه يشتغل تركيبات ومعدات كهربية يشتغل اساسيات الهندسة الكهربية مع الالكترونيات يشتغل اساسيات الهندسة الكهربية مع قسم الحاسبات طب ليه مستر اللافه دي كلها زي ما قلنا في اول حلقاتنا ان احنا عايزين نأسس طالب في علم الكهرباء يعرف الاساسيات بحيث لو رح اي قسم الاخسام الكهربية اللي موجودة عندنا في الشعبة بتاعتنا يسلك ويشتغل ويبقى زي الفل ولو راح أي مصنع أو أي شركة يبقى زي الفل فيها وعارف علم الكهرباء كويس وعارف علم الأساسيات كويس وفي نفس الوقت التعريفات دي كلها مش تبقى جديدة علينا أولاد التعريفات دي كلها أصلا خدناها كتير جدا 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 في الإعداد بس إحنا عقلنا صغير كان لسه صغير يعني كلمة فولت كنا بنعرفها بس كده إيه يعني من بعيد لبعيد لك إحنا نخش جوه الفولت ونعرف يعني فولت وجهاز إيه وبيشتغل إزاي وإيه الفولت ده اللي ماشي في الدائرة بيجي منين والطيار اللي احنا كنا بنسمعه في رابعة وخمسة وإعدادية ده بيجي منين وجهه إزاي وتعامل إزاي والطيار ده إيه وظيفته في الدائرة الكهربية وبقيسه بإيه والطيار ده هو إيه الفرق بينه بين الفولت وإيه الفرق بين الفولت والأمبير طيب بنتطرق بقى الحاجة اسمها القدرة الكهربية احنا ممكن نروح نشتري لمبة من السوق أو نشتري أي جهاز كهرباء يقولك القدرة بتاعته مثلا نص كيلو واط أو ربع كيلو واط أو 250 واط أو 1000 واط طيب الحاجات دي كلها أنا كنت بقى راهها كده على المنتج ومشو خبالي من كلمة واط احنا النهار ده بها نعرف إن في حاجة عندنا اسمها القدرة الكهربية والقدرة الكهربية بتختلف من مكان لمكان بتختلف من قوضة لقوضة بتختلف من شقة لعمارة لفيلا كل بيت أو كل مكان له قدرته أو له القدرة بتاعته الطيار اللي داخل له 220 فولت بس البيت ده وقت فيه مجموعة تكيفات يبقى قدرته بتبقى أعلى البيت ده مفوش تكيفات يبقى قدرته بتبقى أقل فدي كلها ندرسة وازاي نعمل الحسابات دي مع بعضنا وازاي نحسب قدرة الشقة كاملة أو الفيلا أو البيت إن شاء الله خلال بقى الثلاث سنين إن شاء الله في التخصص بتاعنا هنعرف الحاجات دي كلها حاجات تانية برضو هنعرفها كنا بنشوف كده حاجة اسمها التلفزيون قدامنا أو الرصيفر أو الشاشة بتاعتنا في البيت كنا ما نعرفش إيه تركبها من جوه لأ ده إحنا هنتطرق للحاجات دي باستفاضة ونعرف إن فيه بوردة عندنا وهنشتغلها في الورشة مع بعضنا البوردة ديت ونحط عليها مجموعة الموحدات اللي هي بتوحد الطيار نحط عليها مجموعة السيرسترات نحط على مجموعة التلانزسترات نحط عليها مجموعة كده اللي هي الـ IC كامل اللي هو الدائرة المتكاملة عندنا وهنعرف الفرق بالدائرة المتكاملة الثلاث خمسات والدائرة المتكاملة الثلاث خمسات والفرق بين ديت و ديت كل ده بقى بيسموه بقى علم الكهرباء التشويقي احنا بجد المادة دي تعتبر من ألز المواد اللي عندنا ومن أسهل المواد اللي عندنا لأن احنا عندنا أرضية حلوة قوي قوي خدناها قبل كده في المرحلة الصغيرة واحنا في ابتدائي واحنا في إعدادي كبرنا خطوة بقى بدل مع المعلومة كنا بناخدها صغيرة لأ هناخد المعلومة متوسطة ثم تكبر 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 حتى ننتهي من ثلاث سنوات مع بعضنا إن شاء الله بحيث نطلع من سنة ثالثة جادرين إن احنا نكون داخلين سوق عمل شغالين فيه كويس التعليم الفني دلوقتي أصبح فعلا حاجة كده إيه بقى سوق العمل بيتطلب طالب تعليم فني كويس طالب التعليم الفني لازم يكون عنده العلم وعنده المهارة وعنده المعارفة الكويسة والسلوك الجيد اللي يتابع داخل المؤسسة اللي هيشتغل فيها وينتسب إليها ويبقى واحد من فريقها وواحد من الأعضاء اللي فيها لازم يكون ملمة بالتعريفات دهية في الأول خالص عشان كده أول حاجة لازم أقولها لكم أهمية المادة دي إيه زي ما قلنا أنا هروح شركة هروح مصنع هكمل تعليمي في الجامعة لازم يكون عندي معلومات يعني مش أقول بقى كبيرة أو لا يعني وليكن من نسبة 70-80% من أرضية العلم الكهرباء يعني أنا مش أخد علم الكهرباء كله في الثلاث سنين لا ده أنا هتخصص بعد كده بس السنة أولى دي بتبقى كده أنا بسميها الفرشة اللي بفرشها علشان أبني عليها بعد كده اللي احنا بقولوا عليه بقى إما ليجي نبني بيت كده بنعمل حاجة اسمها اسم اللات وحاجة اسمها أواعد فهي بقى هي المادة دي كده أنا بشبهها بالأواعد اللي هابني عليها بقى بيت 20 دور 30 دور 5 أدوار حسب بقى إمكانياتك إيه أنت هتاخد أساسيات طور بقى نفسك واشتغل معايا واشتغلي معايا في علم الكهرباء أنت وهو الطالبات والطالبة اللي بتوعنا إن شاء الله اللي بيشبهونا حالا وبيسمعونا هيقوا أكيد 90% يعني المادة دي هتتعجبهم جدا ومش هتتعجبهم بس ده هي دي بقى روح سنقول هي دي أساس سنقولة هي دي المادة الأساسية سنقولة عشان كده سميناها أساسيات الهندسة الكهربائية يبقى المادة دية من المواد المهمة جدا اللي عندنا اللي هنطلع منها في نهاية المنتج بقى بتاعنا في نهاية ما نخلص الخمس وحدات بتوعنا أو الخمس أبواب عندنا بنطلع ببعض المعارف المكتسبة من خلال دراستنا الأساسيات الهندسة الكهربائية بنطلع بمجموعة من المهارات اللي بتأهلني لسوق العمل لو أنا هكمل في مصنع أو في شركة أو في أي مؤسسة مؤسسة يعني صناعية كبيرة بتأهلني إن أنا أقف على درجة آه من سنقولة يا مستر آه من سنقولة ما احنا هناخد أساسيات شغلنا كله يعني هناخد قالب به كهرباء في سنقولة بعد كده بقى بتنطلع سنة تانية المعلومة زي ما قلنا بتجبر معانا زي النبتة كده أو زي الحاجة اللي انت زرحها في البيت عندك كده بتلاقيها صغيرة النهاردة اليوم التاني بتجبر 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 غات لما تطرح المنتج اللي أنا أأمل إليه أو أصل إليه زي كده ببنشوف الفلاح في الأرض كده بيرمي النبتة فبيأسس الأول الأرض بيرمي النبتة بيستنى بقى ما تطلع وتطرح وبعد كده بيجني سمرها إن شاء الله خلال التلات سنوات هنجني سمرها بإذن الله وهنبقى جادرين جدا بعلم الكهرباء هنبقى جادرين جدا إن احنا يبقى عندنا أسات هندسة كهربية المادة لذيذة المادة شيقة المادة فيها شغل كتير جدا 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 بس أجمل ما فيها إن هي مش جديدة علينا زي ما قلنا قبل كده إن المادة دي أصلا يا أولاد خدناها قبل كده في المراحل المختلفة من التعليم قبل ما نطلع التعليم الفني طيب أول حاجة عندنا النهاردة بندرس حاجة اسمها الدائرة الكهربية إيه بقى الدائرة الكهربية إحنا ممكن نكون شوفنا المصطلح دهوت زي الباب الأولاني اللي عندنا النهاردة اسمه الدائرة الكهربية أول الإلكترونية إحنا بنربط لتنندل مع بعض يا أولاد عشان دايماً الدائرة الكهربية اساسية للدائرة الالكترونية لان اللي تنندل توقم لبعض لان الدائرة الكهربية مربوطة بالدائرة الالكترونية واللي بيصاحبها مع طول في اي حاجة الدائرة الماناطسية لما اجع عرف الدائرة الكهربية بقول هي ايه هي مصار مغلق يعني ايه مصار مغلق تعالوا كده نبص عندنا الدائرة الكهربية مثلا وليكن انا جبت سلك وجبت لمبة وجبت بعد السلك واللمبة دي تروح تجيه حاطت معاها مفتاح الدايرة بتاعتنا طول ما المفتاح ده هو تمش شغال الدايرة مش هتمرر طيار فبالتالي شرطة اساسي عشان اعرف الدايرة الكهربية اللي عندي في البيت اللي هي دايرة اللمبة والمفتاح اللي عندنا في اي بيت او دايرة الخلاط او دايرة التلاجة او دايرة الغسلة هي مصار مغلق لمرور الطيار الكهرابي طول ما المصار ده مغلق الكهرباء هتمرر لو انت فتحت المفتاح او السلك انقطع خلاص حصل شرط قط في الدايرة او شرط خلاص في الدايرة إذن الدايرة مش هتمرر الطياري بأشارت أساسي ما أقولك يعني دائرة كهربية هتقول هي مصار مغلق لمرور الطيار الكهربي حيث يمر الطيار الكهربي من النقطة الأعلى جهدا إلى النقطة الأقل جهدا وكلمة النقطة الأعلى جهدا اللي هي البريزة اللي عندنا في البيت أو المنبع اللي بأخذ منه القهربة والنقطة الأقل جهدا اللي هي اللمبة أو الحمل اللي عندي زي الخلاط أو الغسالة أو التلاج طيب الدايرة الكهربية اللي انتوا شايفينها بقى أول حاجة عندنا حاجة اسمها المنبع تاني حاجة عندنا اسمها الموصلات أو الأسلاك تالت حاجة عندنا اسمها دايرة الحماية والوقاية اللي هي المصر اللي انت شايفه المستطيل ده هو في المفتاح ده هو الرابع الأحمال تعالوا بقى لمسك عنصر عنصر كده عندنا ونتكلم مع بعض المنبع الكهربية يعني ايه بقى منبع كهربية خليكم بقى معايا كده ونركز عشان ده أساس شغلنا احنا عندنا المنابع الكهربية نوعية منبع عندنا بيسموه منبع طيار مستمر ومنبع تاني اسمه طيار متغير يبقى انا عندي المنابع اللي انت بتشوفه في الدارة الكهربية اللي كانت قدامنا من لحظات ديت اسمه منبع يعني مانبع بقى لما اجي اسألك واسألك يا شطورة تقولي لي ايه? تقول لي يا مصر المنبع ده عندنا نوعين. اللي في البيت عندنا اللي هو في البريزة اللي عندنا في البيت او جنب المفتاح بتاع اللمبة. آآ بريزة كده ممكن اشحن عليها الموبايل ممكن اوصل عليها المفتاح بتاع ممكن اوصل عليها الخلاط الغسالة التلاجة في البيت اللي مواما وكده. طيب. المفتاح اللي انت شايفه بريزة دوت اللي هي لقى تقبين وفي بعض الاماكن بيبقى لها تلت تقاب. دي عبارة عن ايه? عبارة عن منبع طيار متغير. برافو عليكو. يعني يا يا مصر بقى طيار متغير. احنا عندنا الطيار اللي موجودة عندنا نوعين. طيار مستمر وطيار متغير. يا مصر. احنا لسه واحدة واحدة كده. عازك توضح لنا. يعني ايه منبع طيار متغير. ويعني منبع طيار مستمر. تعالوا بينا كده نرجح كده بالذاكرة الورا شوي. فاكرين البطارية اللي خدناها في الكدائي. البطارية بتاع الموتوسيكل او البطارية بتاع العربية او البطارية اللي عندنا في البيت دي. او حاجر الترش كده بتاع الرومود كنترول. دي بنسموها بطارية. بيسموها ايه? بطارية او بيسموها عمود جاف. بنلاقي كده طرف على الحجر أو عمود الجاف ده هو اللي هو بتاعه اللي بنحطه في رمود كنترول الحجر اللي انت بتشتريه ده هو عبارة عن موجب وسالب يعني بطارية فيها قطب سالب وفيها قطب موجب لو انا وصلتها بلمبة اللمبة دي هتنور نور ضعيف جدا ودي طاقة يبقى الحجر ده هو أو الطرش اللي انت بتجيبه من عند الراجل اللي بيبيع الحجات بتاع رمود كنترول دي ده بيسموها طاقة بس الطاقة دي طاقة 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 مستمر يعني فيه طاير مستمر موجود عندنا اه موجود عندنا زي ايه زي البطاريات زي الديزل لو انت رايح كده فرح ولا رايح مكان والكهرباء قطعت فيه وتلاقي الديزل او المطور اشتغل كده تلاقي المولد اشتغل كده تلاقي الكهرباء ايه موجودة عندك ده اسمو ايه بقى اسمو طاير مستمر طاير مش جاي من السد العالي او مش جاي من محطات التوليد اللي موجودة في مصر لكن الطاير بقى التاني اللي عندنا في البيت بقى وفي الورشة وفي الشارع وفي الأماكن وفي المدارس وفي الجامعات وفي الدنيا كلها ده اسمه طيار متغير طيب المنابع اللي عندنا ما جاء اقول لك يعني ايه بقى عشان منتوشي بقى فيه منبع طيار متغير وفيه منبع طيار مستمر طيب السؤال المنبع الطيار متغير ليه سميته طيار متغير لان الطيار ده لما جاء عرفه بقوله هو طيار متغير القيمة والاتجاه يعني ايه متغير القيمة والاتجاه يعني الطيار ده هو قيمته ممكن تبقى عالية جدا ممكن تبقى متخفضة جدا. كمان ممكن ننقل له المسافات بعيدة. يعني الكهرباء اللي جاينا هنا مثلا جاينا من السد العالي اللي في اسوان. السد العالي يشوف بينك بقى وبين بلاك وقديه او بين مصر قديه او بين القائرة قديه او بين محافظاتنا كلنا قديه. الكهرباء بتتنقل عن طريق آآ آآ مواصلات. المواصلات دي بنشوفها كده احنا ماشيين بالقطرة او بالعربية بنلاقي ابراك كده في الغطان وابراك كده في الصحرة. الابراك دي شايلة طيار كهرابي. الطيار الكهرابي ده كله طيار متغير. لو الطيار ده بقى ما قدرش ارفعه واخفضه مش هينفع انقله من اسوان لغاية القاهرة. لان المسافة كبيرة فعبل ما انقله ووصله القاهرة هيبقى خلاص هدر مش هيبقى فيه طاقة. لو كان مستمر. اما الطيار المتغير من مميزاته ان انا لما يجي عندي بقى مثلا انا جيته مستد العالي خلاص وحطته هنا عندنا. ايه اللي بيحصل بقى? ما ودخلوا على محط التوليد عندي اه محط التوزيع اللي هي موجودة بقى في كل المحافظات كده تلاقي محط التوزيع مثلا شبرة محط التوزيع مش عارف فين محط توزيع مش عارف فين. المحطات دي الكهرباء بتبقى جاهلة مستد العالي بضغط معين. يترفحه لك بتخليه كمه كبير عشان يتنقل للناس. يبقى ما تخليه كمه صغيرة حسب القيمة. يبقى الطيار المتغير من مميزاته يمكن رفعه ويمكن خفضه. بمعنى لو انا عندي مثلا قهربة العالم السد العالي وليكن مثلا الف فولت. ممكن اخالي الف ده عن طريق محولات يصل لعشرين الف وتلاتين الف واربعين الف والرقم اللي انا عايزه. تمام كده? اما الطيار المستمري بقى عن نقيد هو لا يمكن رفعه او خفضه. يعني البطارية مكتوب عليها اتناشر فولت هما الاثناشر فولت. ما ينفحش ارفعه او اخفضه بقى قيمة. لكن الطيار المتغير يمكن رفعه او خفض. الطيار المستمري لو عندي اللي هو بتاع الديزل او بتاع المولد اللي انا بجيبه ده لما النور بيقطع. وحطه عندي في البيت. ده طيار مستمري. او بطارية. البطارية دي بتطلع لطيار سابط القيمة والاتجاه. اي لا يمكن رفعه ولا خفضه. ولا يمكن نقله المسافات بعيدة زي ما قلنا. لو انا مثلا عندي بيت اربع ادوار. وجبت بطارية او جبت مولد. ووصلت الدور الاولاني على المولد. ورحت جاي واخد للدور التاني. واخد للدور التالت. عبال ما اوصل للدور الرابح. حالات طيار الكهراء بنخفض كتير جدا. لان هدر هدر هدر. لان اي شغال دلوقتي ايه? لان الطيار ده اصلا من يعني مش اقول بقى من عيوبه. لا هو اتخلق عشان كده. انه سابط القيمة والاتجاه. عشان كده ما ينفحش ارفعه القيمة كبيرة واخفضه القيمة كبيرة. الا ان التطور اللي بيحصل في العلم الكهرباء يعني حاجة جميلة جدا. الطيار ده بقى هنلعب عليه في سنة تالتة ونوصله القيمة كبيرة ونوصله القيمة المتخفضة. يا مستر. اه طبعا العلم ده زي ما قلت لكم علم ومتطور. وصول عمل للنهاردة يعني ايه? الحاجة ام الاختراع. انا عايز طيار مستمر هولي الطيار مستمر. هجيب طيار مستمر هرفعه كبيرة. بس احنا لازم نبقى عارفين ومتأكدين في السنة اولى ان الطيار ده هو صعب جدا ان انا ارفعه زي الطيار المتغير. الطيار المتغير سهل. لان هو اصلا كشغلة ليه هو طيار متغير القيمة والاتجاه. يبقى المنابع اللي عندنا منوعين منبع طيار متغير ومنبع طيار مستمر. وعرفنا الطيار المتغير ده بقى بيجي من محطات التوليد اللي موجودة في مصر عندنا. او بيجي من طريق او بيجي مسلا محطات القدرة اللي موجودة في كل المحافظات او موجود في السد العالي او موجود في محطات النووية اللي عندنا. ودي حاجة كويسة جدا في تطور الكهرباء في جمهورية مصر العربية. طيب. المنبع التاني قلنا منبع طيار مستمر ده موجود عندي بقى في البطاريات موجود عندي في الديزل موجود عندي في الحاجات دي كلها. والمنبع اللي قدامك ده عبارة عن ايه رمز البطارية اللي انت شايف. تاني حاجة عندنا اسلاك التوصيل. مفيش كهربا هتتنقل في ايدي. مفيش كهربا هنقلها عن طريق خلاطين مية. الكهربا لازم تتنقلها عن طريق ايه بقى? اسلاك توصيل. والاسلاك دي تصنع من الالمونيوم او تصنع من النحاس. وده شرطة اساسي لان المواد ديات جيدة التوصيل للكهربا وبتعمل ليش فقد كبير في الطاقة الكهربية. تلاتة بقى حماية وتحكم. ايه بقى الحماية والتحكم? شايفين المفتاح ده هو ده سمو حماية وتحكم. واللي جنبه ده على طول الرمز اللي انت شايفه ده اللوها المصر. يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر? مش احنا عندنا لما الراجل الكهربائي كده بيجي يركبننا الشقة عندنا. بيعمل لوحة كده جنب الباب. اللوحة دي بيحط فيها بعض المفاتيح. المفاتيح ديت بتبقى ايه? لقدر الله مسلا ماما في المبخ والي وحصل قفلة في الخلاط او في الغسالة او في التلاجة. ايه اللي بيحصل? كان الاول خالي زمان قوي 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 قبل ما الحاجات دي تخترع كان عندنا حاجة اسمها المصيرات. والمصيرات دي كان بتحط كده جنب العداد وكان بتصنع من من القاعدة بتاعتها من الخزف او الصيني. وفيه سلك كده كهرابي ضعيف جدا سلك شعرة كده صغنا كان بيتحط. لقدر الله حصل قفلة في البيت كان السلك ده بينقطع بمجرد مرور الطيار. فبيسخن السلك الصغير الرفيع ده هوت. فبيعمل ايه بقى? قتل الدائرة. فالدائرة ده متفتحت خلاص. مش احنا اول ما اشتغلنا كهرباء النهاردة. قلنا الدايرة الكهربية مصار مغلق خلاص. قدر المصار ده هوت مغلق تمرر طيار. طب لو المصار لا قدر الله بقى حصل له اي شرط شرط كده او او حصل قطع للدايرة او قفلة للدايرة او سلك لمس سلك ايه اللي يحصل بقى? بدل ما البيت كله لا قدر الله يحصل له مشكلة? لا. المكان بس اللي حصل فيه القفلة هو اللي تلاقي المفتاح بتاعه ايه? واقع مني او فصل. عشان كده دايدة الوقاية والحماية اساسية في جميع الدور الكهربية. ده كمان فيه تطور رهيب دلوقتي في الحاجات دي في الصناعات دي ان شاء الله ما نطلع بقى سنة تالتة او تانية هنشوف الحماية دي على بعننا كده ونشتغلها مع بعضنا. يعني كان زمان مثلا البريزة محتوطة كده في البيت كان الطفل الصغير ممكن يحطه مصمار في البريزة وهو مش واخد باله ومامته مش واخد بالها مثلا كان يجي كده يحط ايه? حاجة معدنية في قلب البريزة كده في البيت عندنا. كان لقدر الله يحصل قهربة للطفل وممكن يؤدي الصدمة قهربية تؤدي لقدر الله الى وفاته وممكن يعمل بعد كده شرارة ولقدر وحاجات كده مش مش مزبوطة ومش مستحب. دلوقتي فيه مفاتيح عندنا بنركبها في لوحة التوزيع. لو اي جسم لمس البريزة دي بتلاقي المفتاح ضوئع لوحده. سقط. او لو مثلا فيه غسالة شغالة سوى كانت اوتوماتيك باق او نص اوتوماتيك او اي انواع من الغسالات. والسلك مثلا لمس المي او لقدر الله لمس البلاط او السراميك ممكن كان يحصل قهربة للست اللي واقفة او يحصل القهربة للجسم كله. لا دلوقتي لو حصل تسرب ارضي في الكهربة على طول المفتاح ده يقع من غير اي حاجة ولا اي حد يحصل له حاجة. ده اسمه مفتاح التسرب الكهرابي عشان نعرف ان العلم بتاعنا بيقفش عند حتة معينة. يعني الحاجات اللي بندرسها من ربع ابتدائي. لغاية لما نخلص ان شاء الله لو دخنا تعليم عالي سوا بقى اي كلية من الكليات. هتلاقي العلم بتاعك متطور معاك. طب ليه بنتطور علم الكهرباء? عشان يسقي الاسوق العصر. ما نمشديك حاجة تطلع ما تلاقيهاش. لا ده انا بقول لك فيه حماية ووقاية. والحماية ووقاية مش مكتصرة على كلمة المصر ده او المفتاح اللي عندنا في البيت كده ورا الباب. لقدر الله حصل قفلة عندنا تلاقي المفتاح ده نزل كده. وبعد ما تصلح القفلة ترفع المفتاح يرفع معاك. لكن طول ما القفلة شغلة استحالة المفتاح ده يرفع. ليه بقى? لان طيار عيلي جدا جدا جدا. فالمفتاح ده سخن فراح جاي نازل لوحده. فالمفتاح ده لما بينزل خلاص استحالة المفتاح ده يرجع لوضعه الطبيعي. الا في حالة واحدة بس يا ولاد. اللي انت تصلح العطل اللي عندك. ودي حاجة مهمة جدا في الدوائر عندنا. اسمها ايه بقى? الحماية والوقاية. والحماية ديت مطلوبة جدا في الدائرة الكهربية. انت بتتعامل مع دائرة كهربية تعتبر خطيرة جدا. ولازم اكون مؤمن نفسي وانا شغال في الدائرة الكهربية. سوى هيوصل بقى بيت او شقة او فيل او عمارة. او هشتغل في مصنع على مطور. او هشتغل في مصنع على محركات. او هشتغل في شركة كبيرة. مثلا خطي انتاج. لازم اكون وخبالي. ان اي مكان شغال فيه دلوقتي لازم يكون مؤمن كهربيا كويس. حماية ليا وحمال الحوالية وحمال البلد اللي انا فيه. طيب. نشوف الرابعة بقى هي ايه? الرابعة دي عندنا بقى بيسموها الاحمال. الاحمال بقى يعني ايه? اي دائرة كهربية عندنا فيها حمل. الحمل ده ممكن يكون اللمبة. ممكن يكون الابجورة. ممكن يكون الكشاف. ممكن يكون الغسالة. ممكن يكون التلاجة. ممكن يكون الرسيفر. ممكن يكون اللاب. الموبايل نفسه ده حمل على الكهرباء. لانك بتشحنه. فبتشحنه الطيار متغير بس بتحول طيار مستمر عن طريق الشاحن اللي انت بتشغله دهوت. فبالتالي كل دي احمال كهربية. والاحمال الكهربية بقى هي التي تستهلك طاقة. هي بقى اللي بتخلي الدايرة تسخن. هي اللي بتخلي الدايرة قدرتها تزيد. ما انا قلت لك في اول الحلقة. ان احنا عندنا لو انت مسلا في البيت فيه تكييف او اتنين غير البيت اللي موجهوش تكييف خالص. هتلاقي هنا القدرة عالية جدا 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 جدا. لانه بيسحب طيار عالي. فالطيار ده هو بيزود في الدايرة. فبيسحب ويسحب امبير. لو ضربت في الامبير يطلع لكيمة القدرة. طب الحاجات دي هنعرفها يا مستر. اه طبعا هنعرفها. وازاي نحسب فاتورة البيت كمان. لو انا عندي احمال معينة زي التلاجة والغسالة والحاجات اللي بتستهلك على الطاقة الكهربية. وعرفت بتسحب امبير قديه. وتسحب فولت قديه. وضربت الاتنين في بعض يديني القدرة. يبقى عناصر الدايرة الكهربية. منبه كهرابي وعرفنا ايه المنابع. اسلاك توصيل وعرفنا. الاسلاك دي ايه شكلها. حماية وتحكم. واتفقنا مع بعضنا. المقصوب بكلمة الحماية ان انا لازم احمي الدايرة دي عن طريق مفاتيح اوتوماتيك. والتحكم ده اللي هو المفتاح اللي بيفصل الدايرة ويشغالها. زرار اللي موجودة عندنا بقى في الرموت موجودة عندنا في في الحيطة. في اي حتة ده اسمه ايه بقى? تحكم عشان اقفل الدايرة وشغالها. والاحمال زي ما اتفقنا مع بعضنا. كل الحاجة التي تستهلك طيار كهرب. ودي شرح بقى ايه? الحاجات اللي احنا قلنا عليها. دي بقى المنبع التانى هوت. اللي هو المنبع الطير المتغير. ومنبع الطير المستمر. كلمة جي دي ات المقصوب بها الجنريتور او المولد اللي بيقول الطيار. ده منبع طيار مستمر. يعني رمز البطارية اللي انت بتشوفه. الاسلاك التوصيل قلنا كلها تصنع من النحاس او الالمونيوم. ودي كلها بتمرر طيار كهرابي. والحماوة التحكم زي ما قلنا ده مفتاح وصيلته الكهربية او وظيفته الكهربية انه بيحمل الدايرة. الاحمال بقى لجهزة المختلفة زي المصابيح والغسلات والتلاجة والمدفئة. في بقى مصطلح خدناه في ربع ابتدائي اسمه الجهد الكهرابي. يعنيه جهد القهرابي ده مسلا هتديك مثال صغير. لو احنا مسلا عندنا اه مكان والمكان دهوت. عايز انقل القهربة من نقطة النقطة. ادام هنقل القهربة من نقطة النقطة. يبقى انا بازلت مجهود. عشان كده مجهد القهرابي جاي من كلمة مجهود. يبقى الجهد المطلق عند نقطة هو الشغل اللازم لتحريك او نقل وحدة الشحنات المجابة من مالا هاية الى النقطة. ويرمز لاو بالرمز فيه وحدة قياس الجهد الكهرابي هي الفولت. يا مستر. وضح لنا الكلام ده شوية عشان احنا برضو نسينا الكلام ده احنا خدناه في رابع ابتدائي. وما خدناه في تلتة اعدادة في مادة العلوم ما كناش برضو مدركين يعني ايه فولت. احنا كنا ممكن نحسب الطيارة اللي ماشي في الدايرة والجهد اللي ماشي في الدايرة. لكن انت بتقول لنا دلوقتي ان انا لازم يكون عندي استفادة في المعلومة عشان اقف على ارضية صلبة. تمام. طب تعالوا كده بقى اديكم سال صغير. لو انا مسلا هشيل هشيل مسلا اه حمل مسلا من 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 قوضة لقوضة. تمام كده او مسلا ايه ماما جات قالت ليه تعالى طلع الحاجات دي فوق مسلا ثلاث ادوار او اربع ادوار. طي الحاجة دي مسلا وزنها خمسين كيلو. انا كده مش هبزل مجود? هبزل مجود. فده منقلت الشحنة او نقلت او نقلت الحاجة اللي هشيل هدية من مكان لمكان. يبقى انا بزلت شغل. بزلت ايه شغل? اه الكهرباء وهي ماشى في السلك بتبزل شغل. بتبزل مجود. عشان تتنقل من بيتك لبيت التاني لبيت التالت لبيت الرابع للدور الاول للدور العاشر. فكل الالكترونات لما بتتحرك جوه السلك بنسميها شغل مبزول. شغل ايه مبزول? الشغل ده هو الجهد الكهربي. يبقى الشغل الكهربي او الجهد الكهربي هو الشغل المبزول عشان ننقل الشحنات من نقطة لنقطة تانية. فرق الجهد بالنقطتين زي ما قلنا هو الشغل المبزول عشان ينقل الشحنات من نقطة نقطة اخرى وبنقيسه بالجهاز الفولتاميتر والجهاز ده هنتعرف عليه بالتفصيل ان شاء الله في مادة اجهزة كهربية ويتوصل بالتوازي مع المنبع طيب في عندنا حاجة اسمها القوة الدفعة الكهربية القوة الدفعة الكهربية دي انا بقول توقم للجهد لان نفس التعريف تقريبا هي القوة التي تجبر الشحنات المجابة على الحركة يعني دي بقى قوة بتدفع يعني جاء من كلمة كده زي ما كون انت كده واقف واحد بيزقك هي القوة التي تجبر يعني هي بقى اللي بتخلي الشحنات الكهربية اللي موجودة جوه السلك بتمشي من النقطة المنخفضة الى النقطة الاعلى يعني هي بقى دي الايه اللي زي ما كون كده واقف على شط نهر كده واحد زقني بينقن من مكان لمكان تاني خالص دي بقى القوة اللي بتدفعني عشان ننقل الجهود الكهرابي من نقطة منخفضة الى نقطة جهد مرتفعة. وبرضو الجهاز اللي بيس القوات دفعة الكهربية الفولت. عشان كده قلت لك الاتنين دول ايه? الاتنين دول توقم. برافو عليك انت وهي. طيب. في بقى مصطلح بيقابلني اسمه الطيار الكهرابي. وده يا ما خدناه في الابتدائي. ويا ما خدناه في العدادة. ويا ما هناخده بعد كده ان شاء الله. الطيار الكهرابي هو ايه بقى? هو معدل صرايان الالكترونيات في موصل يعني الشحنات الكهربية. ايه يا مصطل الكلام? يعني انت قلت ان الجهد الكهرابي هو عبارة عن ايه? عبارة عن شغل مبزول. عشان هنقل الشحنة من مكان لمكان. طيب الشحنة دي عبارة عن ايه? الشحنة ديت عبارة عن ايه? لها شحنة قماش ولا شحنة قطن ولا شحنة حاجة. الشحنة دي عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة الكترونيات كهربية. مجموعة ايه? الكترونيات. يبقى السلك هو ماشي فيه شحنات. الشحنات دي فيها الموجة ابو السالب. الموجة ابو السالب ده احنا بنسميه ايه بقى? بنسميه الكترونيات. يبقى الشحنات اللي جوه السلك تسمى الكترونيات. معدل بقى جريها ومشيها جوه الموصل بنسميه طيار كهرابي. يبقى الطيار الكهرابي هو ايه بقى? هو معدل صريان الكترونيات. يعني الشحنات الكهربية ودايما بيكون اتجاه الطيار الكهرابي في اتجاه معاكس لاتجاه حركة الإلكترونات الحرة. يعني الإلكترونات لو راح يمين هو يمشي شمال. المصار بتاعها هيبقى عكسها على طول. طيب ايه وحدة قياس الطيار الكهرابي؟ وحدة قياس الطيار الكهرابي هي الأمبير واللفز ده تأكيدا وانا عرفت ان انت ساموا عبل كده عبل كده والأمبير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحدة قياس الطيار الكهرابي والأمبير ده هو بيقسه عن طريق جهاز الأمبيروميتر او الاميتر وبيتوصل في الدائرة على التوالي. طيب فيه بقى مصطلح تالت كده بيقابلني اسم المقاومة القهربية. ايه بقى المقاومة القهربية ديها؟ هي مقاومة الأجزاء المختلفة المكونة للدائرة القهربية التي تحد من شدة الطيار الكهرابي وتقاس بوحدة القوم. يا مصطر انت دا كنا دا خدتنا في دوكة. خدنا الأمبير اللي هو الطيار وخدنا الفولت ودلوقتي بتقول لنا فيه عندنا حاجة في الدائرة اسمها المقاومة. ايه بقى الربط بين التلاتة دول؟ خلوا بقى لكم بقى عشان واحد هيطلع لنا بعد شوية اسمه عمينا قوم. عمينا قوم دا عامل قانون بقى بيربط التلاتة مع بعض. بس قبل ما ديك قانون قوم وقولك ايه العلاقة اللي بين الجهد والطيار والمقاومة لازم يعني ايه تعرف جهد؟ ويعني ايه تعرف طيار؟ ويعني ايه تعرف مقاومة. برافو عليك انا سامع وقت شطور كده وبنت شطرة بتقول لي يا مستر الطيار الكهرابي ده اللي هو الشحنات اللي هي ماشية في سكة وبتبقى عكس الالكترونات الحرة. برافو عليك. شطر تاني وشطورة تانية بتقول لي يا مستر الجهد الكهرابي هو الشغل المبزول عشان انقل الشحنة من مكان لمكان وافتكر المسال بقى بتاع ماما لما قيت لي ايه انقل الحاجات ديت من هنا لغاية تدور التالت مساء. انا بزلت مجهود. المجهود ده عبارة عن ايه عبارة عن شغل. يبقى الشغل ده في ايه الحاجة اللي انا شايلها دي اسمها شحنات. عشان انا ايه لعمل المكان ده هو. للمكان التاني بزلت مجهود. فالمجهود ده بيسموه جهد كهرابي. تمام? جاه من كلمة جهد او تعب. يبقى انا خدت مصطلح اسم الجهد? مصطلح اسم الطيار. طب ايه بقى المقاومة ديت? هديك مثال صغير كده للمقاومة. لو انا مسلا جايب خرطوم مياه كده برش مياه قدام البيت. او برش مياه في الشارع كده. او واحد بيرش قدام المحل بتاعه. واحد كده جهد معدي مثلا بعربية او واحد بويف كده برجله على الخرطوم نفسه. هل المياه اللي طالعة من الخرطوم بتبقى بنفس المعدل اللي كانت طالعة قبل ما دوس بها برجل عليها? لا طبعا بتختلف. بتقل. اهي المقاومة كده ما تتحط في الدائرة بتعمل كده. بتخنو عمنا الطيار. وبتضايق عمنا الجهد. فبالتالي المقاومة الكهربية هي ممنعة اجزاء الموصل للجسم. يعني ايه ممنعة اجزاء الموصل للجسم يا مستر? يعني المقاومة ديت هي اللي بتحد من شدة الطيار. يعني انت لو عندك في الدائرة طيار عالي جدا وعايز تفرماله وعايز توقفه عند حده كده وطوله خلاص بقى كفية لك كده حطوله في السكة مقاومة. المقاومة دي بقى وظيفتها ايه? بتحد من شدة الطيار. يبقى انا اي دائرة كهربية فيها مقاومة. اي دايرة كهربية. الفون بتاعك فيه مقاومات. الموبايل فيه التلفزيون فيه مقاومات. كل حاجة قدامنا فيها مقاومات. بس المقاومات دي تتحق بنسب معين. انا لو عايز الدايرة عندي حسيت ان الطيار فيها كبير اوي كده وكعب وعلي. اروح جاء حاططل في السكة تلات اربع مقاومات كده كبيرة. لان كل ما المقاومة بتكبر كل ما الطيار بيقل. كل ما الجهد هيقل. فبالتالي المقاومة ديت المجاعة الرفة هي ممنعة اجزاء الجسم للموصل. يعني هي اللي بتعوق حركة الطيار في الموصل. وافتكر كده خرطوم المية ورجلك لما تحطت عليه. المية اللي هتطلع من الخرطوم مش هتبقى بالكفاءة اللي كانت قبل محط رجلي. فالمقاومة دي بقى هي السبب اللي حدت من شدة الطيار. يبقى انا كده خدت مصطلح اسم الجهد الكهرابي. وعرفتي بيتقاسب الفولت. ومصطلح اسم الطيار الكهرابي. وبيتقاسب الانبير. ومصطلح ثالث اسم المقاومة الكهرابية. وبيتقاسب وحدة القوم. التلاتة دول بقى بنربطهم مع بعض كده. يبقى المقاومة هي مقاومة الاجزاء المختلفة المكونة للدارة الكهرابية. التي تحد من شدة الطيار وتقاسب وحدة القوم. والقوم ده هو عبارة عن طيار كهرابي. شدة واحد امبير وجهد واحد ايه فولت. اهو. عمنا قوم بقى اعمل ايه? عمنا قوم قال ايه? قال لفرق الجهد بين طرفين موصل الكهرابي يساوي حاصل ضرب كلا من المقاومة والطيار. ايه ده يا مستر؟. يعني الجهد لو عايز تحسبه في الدائرة. تضرب الطيار في في المقاومة. يا정이 بقت ايه في ميم او في في اي? يديني مين يا سادزة? يديني القانون قوم. يبقى قانون قوم ده هو يمثل رياضيا على الصورة الاتية. ان الجهد فيه بيسوى ايفي آر. يبقى انا لو عايز احسب الجهد في الدائرة الكهربية اضرب الطيار المقاومة. طب لو عايز احسب الطيار اقسم الجهد على المقاومة. طب لو عايز احسب المقاومة اقسم الجهد على الطيار. يبقى هنا تلت صور لقانون اوم وده ده لسناك كتير اوي اوي في العلوم في الابتدائية والاعدادية. بس احنا هنا بقى السنة دي هنشتغل على حاجات اكبر شوية. لما اجا اقول لك احسب الجهد الكهرابي في دايرة كهربية مسلا. والدارة دي تشد الطيار خمسة امبير. والمقاومة عشرة اضرب الخمسة في عشرة يديني خمسين فولت. يبقى الدايرة دي تستهلك فولت تقديه خمسين. وممكن اجيب صيغة تانية للقانون ده هو اديك الطيار. واديك الفولت وقول لك احسب المقاومة. لو حسبنا الفي على الاي يديني الكمة المقاومة. بقانون اومبي يلخص العلاقة بيقول لي بقى ان الجهد الكهرابي في اي دايرة كهربية بيساوي الطيار في المقاومة. تعالوا بقى انبصوا للرسمة دي فيها خلاصة الكلام اللي انا قلته من اول الحلقة الغاد دلوقتي. اللي انتو شايفينه ده هوت الجهد. شايفينه الجهد اهو بيزق اللي هو قوات دفع الكهربية بقى والفولت. عمال يزق مين? بيزق الطيار. لان الطيار ده اصلا عبارة عن مجموعة الشحنات. مش احنا قولنا الجهد الكهرابي ده هو هو الشغل المبزول. عشان ينقل الشحنة من مكان لمكان. او عمنا الفولت ده الجهد. اللي هو الايه? الشغل. بيزقف مين? في الالكترونيات. الالكترونيات اللي قال ايه? المجابة والسالبة. عشان يعديه. مين بقى اللي واقف فوق ده هوت? القوم. شوفين بقى القوم هنا مصور بايه? مصور صورة مش كويسة. ان هو ايه بقى? بيخنق الطيار. شوف بقى هو عمال يعيني ده كان يزق. وده رابط عليه ومعمال يزنق يزنق بحيس ان الانبير هو معد يشوف العرق اللي بيصب ليه. دي دايرة بسيطة جدا تعتبر? بتلخص الكلام. ان الجهد الكهربي بيبزل شغل كبير عشان يعدي الالكترونيات. والالكترونيات بتبزل مجود كبير في وجود المقاومة. لان المقاومة دي بالضبط بقى هي اللي بتعوق حركة الكترونيات و هي اللي بتعوق حركة الجهد الكهربي. فبالتالي كل ما الجهد دهوت بيبزل جهد كبير الطيار بيعدي. بس مين بقى اللي بدأي الطيار عطول؟ المقاومة عندنا اللي هي ترمزها رمز القوم اللي هي وحدة قياس المقاومة الاوم والجهاز اللي بقسها الاوموميتر. طيب. يبقى فرق الجهدي بيسوي شدة الطيار في المقاومة. وده بقى السيغة اللي قلنا عليها التلات صور للقانون. ان انا لو عايز احسب الجهدي في المسألة هضرب الطيار في المقاومة. طب لو عايز احسب الطيار اقسم الجهد على المقاومة. طب لو عايز احسب المقاومة اقسم الجهد على الطيار. ودي تلات صور للقانون. كل قانون منهم هو هو القانون. بس امتى اقول ان الجهدي بيسوي الطيار في المقامة لو طلب الجهد. ام تقول الطيار بيسوي الجهد على المقامة لو طلب من الطيار? ام تقول ان المقامة بتسوي الجهد على الطيار لو طلب من قيمة المقامة? يبقى هنا ممكن المسألة بتيجي بكزا شكل. انا كده عرفت ان المقامة هخبي بصباعي. اللي انا عايزه واقسم على ده. يعني لو انا عايز الطيار احط اصباعي كده على الطيار بعد ملسم المسلس هيبالي كلمة في على ار. طب لو انا عايز احسف في هداري كلمة فيه هلاقي الاتنين دول مضروبين في بعض يعني ما فيش بسط وما فيش مقام والوحيد الذي يضرب الفولت في الفولت بيساوي الاي في الار او الطير في المقاومة ده الوحيد اللي بتضرب اي حاجة تانية عايزة بتضطر تقسم عليه طيب هل بقى اللي فده كله في حاجات بتأثر عليه قال لي اه فيه عنوان هنا بقى مهم جدا انا عايزكم تاخدوا بالكم منه العوامل التي تتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل مقاومة الموصل عندنا بتتوقف على 3 او 4 حاجات رقم واحد نوع مادة الموصل اللي هي المقاومة النوعية وبنسميها كده بالحروف اللاتينية الحرف اللي عامل زي كيو دهوت بيسموه رو ره واو رو ايه بقى لعن نوع المادة كل مادة موصلة عندنا زي النحاس او الالمونيوم او الزنك او الرصاص كل مادة من دول لها طبيعة ولها مقاومة نوعية مختلفة عنه يعني النحاس عمره ما كان زي الالمونيوم والالمونيوم عمره ما زي الزنك والزنك مزي الدهب والدهب مزي الفضة كل حاجة من دي بتوصل طيار كهرابي بتراية جميلة جدا بس كل واحدة من دول لها مقاومة نوعية فبتختلف المقاومة النوعية من معدن لمعدن ومن موصل لموصل المقاومة النوعية دي بقى تتناسب تناسبا مع المقاومة تناسب طردي يعني كل ما المقاومة النوعية زادت كل ما المقاومة بتزيد قلت المقاومة بتقل رقم اتنين طول السلك آه طول السلك بقى هي يا مستر عندنا طول السلك ده هو بيختلف اختلاف كل مع المقاومة يعني يا مستر كلما زاد طول الموصل كلما زادت المقاومة وحط تحت دول ثلاث نقط كده او ثلاث خطوط زي يقوله كده بقلم احمر كده عشان ده سؤال مهم جدا هيقابلنا بعد كده في الفيزية في سنة ثالثة ان شاء الله لما نطلح سنة ثالثة وهيقابلنا ان شاء الله دي فيزية على فكرة وكهرابة وحاجة جميلة جدا بيقول لي ان طول السلك بيتناسب تناسبا طرديا مع المقاومة يعني كل ما السلك طوله بيزيد كل ما المقاومة تزيد السلك مقاومته قلت اللي يبقى السلك طوله قصير يبقى ما اجا قولك سلك 100 متر وسلك 10 متر انا فيه مقاومته اعلى قولي يا مستر احنا عندنا قاعدة بتقولي ان لو الموصل زاد طوله اذا مقاومته زادت يبقى السلك لو كانت مقاومته اعلى يبقى طوله اعلى او طوله كبير اما لو كانت مقاومته صغيرة يبقى طول الموصل صغير لان العلاقة هنا علاقة ايه بقى طردية لو السلك زاد طوله المقاومة تزيد والعكس تالت حاجة عندنا مساحة المقطع احنا بنسمعها كده بالانجليزي ايه مساحة المقطع دي بقى اللي هي التخانة بتاع السلك هل السلك ده الفيع هل السلك ده تخين هل السلك ده مساحة مقطعه كبيرة هل السلك ده مساحة مقطعه صغيرة طب دي بتفرق اه طبعا بتفرق خلوا بقى لكم بقى دي عكسي كل ما مساحة المقطع بتاع السلك بتزيد كل ما المقاومة بتقل فبالتالي السلك التخين مقاومته بتبقى كبيرة ولا صغيرة بقى ركز بقى قول لي والله لو كانت مساحة المقطع كبيرة يبقى المقاومة قليلة يعني ممكن تلاقي سلك مساحة مقطعه كبيرة جدا ومقاومته صغيرة قوي والعكس تلاقي سلك رفيع جدا بس مقاومته عالية جدا خلوا بالكم الحاجات دي هنشوفها بقى ان شاء الله لما نيجي نشتقال في الورشة ونطبق الامثلة دي معانا لما نبقى نجيب كده سلك مساحة مقطعه كبيرة ونشوف المقاومة شكلها ايه هلاقي المقاومة قليلة جدا والسلك اللي مساحت مقطعه صغيرة مقاومته عالية جدا يبقى هنا هطلع بقاعدة بتقول لي ان مساحت المقطع تتناسب تناسبا عكسيا مع مقاومة السلك رابع حاجة عندنا درجة الحرارة ودرجة الحرارة دي تعتبر برضو لان احنا خدنا قاعدة بتقول لي ايه بينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة ودي حاجات اساسية في مادة العلوم طيب جه الراجل لميلي الاربعة دول او التلاتة دول مع بعض وقال لي ايه قال لي لو انا عايز احسب المقاومة هضرب طول السلك اللي هو طول الموصل اللي هو الى 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 ال و واسمت على مساحة المقطع بيطلع لناتج اسمه المقاومة التى تقاس بوحدة القوم. زيها زي بتضبط لو اسمت الجهده عالطيار. خلو بالكو بقى انا ممكن اجيب المقاومة من الفولت والالامبير. لو انا اسمت الجهده عالطيار يديني المقاومة. امتى اشتغل بالقانون اللي احنا لسه ياخدينه من شوية قانون قوم. لو اداني في المعطيات طيار و جهد. طب لو اداني بقى طول السلك والمقاومة النوعية ومساحة المقطع اضرب طول السلك في المقاومة النوعية واقسم على مساحة المقطع يطلع لك المقاومة بتاع السلك او مقاومة المواصل ودي في المقام عشان خاطر انها تتناسب تناسبا ايه عكسيا معاي طيب يبقى انا عند القانون ده بقى باللغة اللاتينية عشان بس الناس بتقول يا مستر الحاجات دي انجليزي بتتعيدنا شوية لا الموضوع مش صعب جدا المقاومة اسمها R رو اللي هي المقاومة النوعية L اللي هو طول السلك ايه اللي هي المساحة المقطع لو ضربت L في رو على ايه يديني R اللي هي المقاومة بتاع السلك او مقاومة المواصل طيب تعالوا بقى نشوف مسألة كده بيقول لي ايه الراجل بيقول لي سلكه طوله 100 سنتي سلكه طوله كام 100 سنتي ومقاومته النوعية 2 قوم لكل متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع احسب مقاومته ايوة برافو عليك انا سامع بنت شاطرة بتقول لي ايه يا مستر طول السلك هنا 100 هضربه في الاتنين واقسم على واحد برافو عليك بس هنا بقى احنا ارتكبنا خطأ كبير جدا طول السلك يا ولاد خلوا بالكوا في جميع المسائل لازم يكون بالمتر هنا الراجل بيلف بيه وبيضحك عليها بقى 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 سبني طالب بقى مش فاهم حاجة وهضرب المية في الاتنين واقسم على واحد اول ناتجة يطلع بمتين لا مش هيطلع بمتين طبعا هيطلع بحاجة تانية لان المية دي اول معيني تيجي عليها ابص الوحدة قياس طول السلك ليه تا سنطي هقسم على مية لان شرطة اساسي وانا بحل مسألة المقاومة والسلك لازم يكون عندي طول السلك بالايه برافو عليكو بالمتر حتى انت كده بديه لما بطلوح تشتري السلك من عند الكهربائي ما بطلوش انا عايز سلك عشرة سنطي لا بطلو انا عايز سلكي خمسة متر اربعة متر تلاتة متر فوحدة قياس السلك اللي طول يعني المتر خلاص يبقى انا همسك المية دي اعمل فيها ايه هقسمها على مية ليه بقى اسمتها على مية لان الميت سنطي او المتر فيه ميت سنطي فاسمت المية على مية هيطلع واحد فانا دي هتطلع بكم بقى واحد متر هضربه في اتنين واقسم على واحد هيطلع الناتج اتنين قوم ودي ممكن نحله بمجرد النظر كده على طوله هيت زي ما قولنا هنكتب القانون اربط سوي ايه ال في رو على ايه هشيل ال وحط مكانها واحد الناتج اتنين ميلي ودي المعطيات طبعا بتاع المسألة دي اتنين اتنين ايه بقى اتنين قوم على طول مباشرة لكن انا لو خليتها واحد متر واحد سنطي او مية سنطي مش هيطلع الناتج كده ويطلع الناتج خطأ كبير وما ينفعش واحد في كهرباء يخطأ لان الخطأ عندنا بحاجة كبيرة جدا خطأ كنا بيسوا حياة فركز معايا لان عندنا علم الكهرباء ده علم ينبع من واحد يكون يعني ايه مخو شغال مخوز حاضر ده يعني ايه مش اقول بقى النوع بروفيشنا لا ده لا واحنا بنمشي مع بعض ايه واحدة واحدة لوقت ان شاء الله لما نوصل لكلمة جدير ان انت تبقى فني كهرباء ان شاء الله بإذن الله في السوق وتعمل حاجات كتير بقول لي بقى مثل على قانون قوم هنا برضو مديني مثال كمان اهو بقول لي ايه بقى احسب القوة الدفعة الكهربية اللي احنا قلنا عليها لها الفولت لبطارية مقاومتها الداخلية نص اوم يعني البطارية المقاومة اللي جواها كام نص اوم حيث يمر طيار شدته ستة من عشرة امبير في دايرة خارجية مقاومتها اتنين اوم ايه يا مستر الكلام هي الدايرة كده فيها كم مقاومة يا ولاد برافو عليكم في مقاومة خارجية ومقاومة داخلية الراجل قال للبطارية اللي عندي او القوة الدفعة الكهربية اللي عندي في البطارية عايز يحسبها لو كانت المقاومة بكام بنص اوم والمقاومة التانية بكام باتنين قوم طب شدة الطائرة اللي ماشي قده ستة من عشر امبير ولا تتعب نفسك انت عندك كم مقاومة في الدايرة اتنين واحدة داخلية واحدة خارجية هتجمع الاتنين عن نص يبقى اتنين ونص وانت عايز مين بقى عايز الجهد مش احنا قلنا من قانون قوم اللي هو المسلس بيقول لي ان الجهد بيساوي الطيار في المقاومة خلاص الطيارة عندك بات ايه الطيارة عندك بكام بستة من عشر والمقاومة عندك بكام بقى? اصبحت بدل ما قول نص لقى تبقى تنين ونص لان المقاومتين هاجمعهم مع بعض وبالتالي هيبقى تنين ونص في ستة من عشر اهوة الايه بتساوي ايه بقى? الاي في الار الاي هنا الاي هنا الاي في الار زئد الاي from small كلمة ار small بقى اللي احنا نقول اللي عليها المقاومة الداخلية يبقى لو انا اديتك في المعطيات مقاومتين و اديتك طيار وعسابت القوة الدفعة القهربية او الفولت هتعمل ايه هتمسك المقاومتين اللي عندك الاول تجمحهم مع بعض يعني هنا عمل ايه الراجل مسك الاتنين جمحها على اتنين ونص طلعت كام طلعت وراح جاي ضرب الناتج في ستة طلع الناتج واحد ونص فولت وده المطلوب اثباته يبقى القوة الدفعة الكاربية زيها زي الجهد بتساوي حاصل ضرب الطيار في المقاوم طب هنا بقى الراجل قال لي ايه قال لي وصلت مقاومة مقدارها اربعة او يبقى هنا الداني المقاومة بمنبع جهده اثنين واربعة من عشرة فولت يعني هنا الداني المنبع بتاع الايه بتاع البطارية باثنين واربعة فكان فرق الجهد بين طرفي المقاومة اثنين فولت يعني الجهد بكام هنا المنبع كله اثنين واربعة البطارية طلعت قديه اثنين فولت عايز يحسب شدة الطيار وعايز يحسب المقاومة الداخلية مفيش اي مشكلة شوفوا الراجل بقى هنا هحلها ازاي هيقول لي ايه بتساوي ايه ايفا ار طيب الراجل مديني الكوات دفع الكهربية باتنين ومديني الطيار باربعة ومديني مديني المقاومة باربعة ومعايز قيمة الطيار يبقى الطيار هيساوي البعيد على القريب هيطلع بكام اهو برافو عليك واتنين على الاربعة يطلع بنص امبير يبقى من قانون قوم برضو مش احنا خدنا علاقة بتقولي ان الفي بيتساوي الاي في الار طيب ما انا عندي الاي بيساوي الجهد على المقاومة الجهد اللي عندي بكام؟ باتنين والمقاومة عندي باربعة فانا لو اسمت الاتنين على الاربعة هيدينه نص امبير اذا هو عايز الحاجة التانية بقى عايز كنته المقاومة الداخلية اللي كامت دالي في المسألة اللي فات مشان عندي اي ديت برقم اهو هشيل اي وحط قيمته اللي ايه اتنين واربعة من عشر واشيل الطيار وحط قيمته اللي انا لسه جايبها حالا نص امبير وافتح كوس وقول اربعة زائد R R دي اللي انا ايه اللي انا عايز طبعا هود النص دي بشارة مخالفة هتراحهم الاربعة الاتنين واربعة من عشرة والاخر يبقى اللي ناحية التانية اربعة هتطلع عن مقاومة بكام؟ بتمانية من عشرة قوم وهو ده المطلوب اثباته ويبقى انا كده جبت له الطيار اللي ماشي في الدايرة عن طريق اسمت الجهد على الطيار جبت له المقاومة الداخلية برضو عن طريق القانون اللي بقول لي ان الجهد الكهرابي في الدايرة بيسوي اي في مجموع المقاومتين هنا بقى ما يتحكش علي اقدام الدان مقاومة خلاص يبقى اي فقار طب لو الدان مقاومة ومقاومة داخلية هقول له اي فقار كبيرة زي ار الصغيرة او ار الداخلية زي ار الخارجي طيب احنا بقى تكلمنا شوية كده عن الحاجات اللي فاتت دي تتكلمنا عن الجهد وتكلمنا عن الطيار وتكلمنا عن المقاومات هنا بقى هندرس المقاومات باستفادة شوية انت قلت لي يا مستر ان المقاومات دي بتحدي من شدة الطيار ولو حد معد ودس على الخرطوم وفتكر دايما المثال ده هو يبقى كده بيحصل اعاقة للدائرة فاذا الطيار اللي طالع من الدائرة هيبقى قليل جدا طب انا عايز اكبر الطيار اعمل ايه اقلل المقاومة لان احنا عندنا قاعدة بتقول لي ان الطيار يتناسب عكسيا مع المقاومة فبالتالي لو انا عايز ازنق الطيار وخليه يمشي زي الالف وما يعلاش في الدائرة احط مقاومات كتيرة او كبيرة كقيمة لكن لو عايز الطيار يجري كده في الدائرة وياخد بقى فرصته وياخد براحه اقلل قيمة المقاومة المقاومات بقى اللي احنا اتكلمناها كده وعرفنا ازاي نحسبها عن قانون قوم والفولت والطيار والمقاومة هنشتغل بقى دلوقتي على المقاومات المقاومات دي لها انواع منها المقاومات السبتة ومنها المقاومات المتغيرة وفي مقاومات عندنا بتتميز بالالوان يعني في مقاومة كده ما ينفحش أجيبها من الراجل ألوان يعني إيه ألوان يعني حطيه لون أحمر ولون أخضر ولون أصفر واللي والله المقاومة دي أديه طب أنا هعرف الألوان ديه اللون هناخد بقى هنا إن شاء الله كل لون من دول له رقم يعني الأحمر له رقم والأخضر له رقم والأزرق له رقم اللون ما إيه حوالي عشر أرقام كده هنتكلم الأرقام ديه كام والأحمر لو جيه في الأول ياخد إيه ولولو لاحمر جيه في النص ياخد ايه؟ كل ده هنعرفه ازاي نميز المقاومة بالالوان وهنتطرق لحتة مهمة جدا بقى كمان لو انا عندي مجموعة مقاومات متوصلة على التوالي يعني يا مستر مجموعة مقاومات متوصلة على التوالي وواحنا فينا من الكلام ده؟ اه فينا من الكلام ما احنا خدناها بل كده خلوا بالكم خدناها في الابتدائي والاعداد دي زي ما قلنا في اول الحلقة ان احنا عندنا مجموعة مقاومات لها بداية ونهاية لو أنا خدت البداية مع بعضها والنهايات مع بعضها يبدأ توصل على التوازي سهل كده آه سهل كده طب لو أنا خدت البداية بنهاية يبدأ توصل على التوازي فبالتالي لو عايز أحصل قيمة المقاومات هشتغل على التوازي واشتغل على التوازي وفيه كوكتيل بقى بتلاقي الدارة جالي كده فيه كوكتيل شوية توالي وشوية توازي ودلها هنتطرق ليه إن شاء الله بإذن الله بعد كده طيب اللي هميني بقى دلوقتي حالا أنواع المقاومات ايه المقاومات اللي احنا قلنا عليها بتحدي من شدة الطيار وهي اللي بتعقد الطيار في عشته كده زي ما شفنا الرسمة الكاركاتية الجميلة دي اللي الطيار عايز يعدي والمقاومة أرصى عليه الرسمة دي بتقول لي ان المقاومة هنا لها دور كبير في الدايرة فبما ان المقاومة لها دور كبير في الدايرة يا أولاد يبقى غصبا عني لازم أعرفها لازم أقرب منها بقى كده وأتعرف عليها وأعرفها عن قرب هي أنا خدت عنوانها قوي عرفت ان فيه مقاومة ودي اللي بتدايق الطيار تب ما تيجي بقى نتعرف على المقاومة كده ونقعد معاها ونقول لها انت أنواعك ايه وايه شغلتك في الدايرة المقاومات عندنا منها السابتة ومنها المتغيرة يبقى المقاومات نوعين سابتة ومتغيرة المقاومة دي ممكن تكون حتة سلك حتة سلك كده لزاليمتها بتشوفه مرمي في الشارع او موجود عندي في البيت حتة السلك اللي ماشي في المواسير جوه الحيطان جوه الدايرة القرابية عندنا في البيت دي دي برضو مقاومة الله هو السلك ده مقاومة اه طبعا ما هو النحاس ده هو أكله مقاومة والألمونيوم لها مقاومة فبالتالي في مقاومة هنا بس المقاومة هنا بقى مزبطة نفسها مع الطيار يعني يا مستر مزبطة نفسها مع الطيار يعني المقاومة هنا بتبقى بنسبة معينة بتسمح للطيار يروح وييجي ولو انا عايز بقى اوقف الطيار زي ما قلنا كده عند حده اروح جايه رامل في السكة ايه بقى مجموعة مقاومات قيمتها كبيرة فالطيار بقى ايه خلاص بيقل 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 القيمة اللي انا عايزها عشان كده في دواير بتحتاج طيار عالي وفي دواير بتحتاج طيار منخفض الدائرة اللي عايزة طيار كبير اقل قيمة المقاومة فيه لان انا عندي قاعدة بتقول لي ان قانون ام قال لي ان الجهد بيساوي حصل ضرب الطيار في المقاومة ومن هنا وصلت القاعدة بتقول لي ان الطيار عكسي مع مين مع المقاومة كده النهاردة اتكلمنا عن مدخل لعلم أساسيات لهندسة القهربية أولاد في التخصصات التلاتة بتاعتنا اللي هي شعبة القهربية عامتاً. كلمنا عن حاجة اسمها الدارة القهربية وعرفنا ان هي مصار مغلق لمنوع الطيارة القهربية. والدارة القهربية دي تنقسم او مكوناتها اربع حاجات اللي هو المنبع والاسلاك والحمل ودارة الحماية والوقاية. تطرقنا لحاجة مهمة جدا في التعريفات. تعريف الفولت وتعريف الانبير وتعريف المقاومة. وخدنا قانون قوم وقال لي ان حاصل ضرب الجهد بيساوي حاصل ضرب حاصل ضرب الطيار في المقاومة بيساوي فرق الجهد في الدارة القهربية. وخدنا مجموعة مسائل بتوضح لي ازاي يحسب الجهد وازاي يحسب الطيار وازاي يحسب المقاومة. على فكرة الدارس دي اعتبر من اساسيات دروسنا اللي هتبني عليها ان شاء الله. قول لي اللي جاي. اسبكوا كده في رعاية الله وامنه. غدت سعيد جدا قلنا انا كنت معاكم النهاردة. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله الحلقات جاية كتير جدا. وتركهم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.